بص يا سيدي على كده احكي لك الحكاية من الاول شاومي من شهرين نزلت موبايل اسمه ريدمي نوت 10 والموبايل ده حاليا انا بقول عليه الاب الروحي لموبايلات شاومي في الفئة من 3000 جنيه ل 4000 جنيه يعني منتكلم في حدود 230 دولار طيب ليه بقى الريدمي نوت 10 هو الاب الروحي لموبايلات شاومي في الفئة السعرية دي ده لان شاومي في الفئة السعرية دي نزلت موبايلين الموبايلين دول من نفس السلسلة وفي نفس الفئة السعرية والتشابهات بينهم وبين الريدمي نوت 10 اكتر بكتير جدا من الاختلافات وعلشان نحدد بالزبط موقع الموبايلين دول من المنافسة فين ومدى قوتهم هنقارنهم بالنسخة الاساسية الريدمي نوت 10 ونشوف كل واحد موقعه منها عامل ازاي والموبايلين دول هما ريدمي نوت 10 اس وريدمي نوت 10 5 جي بس خلينا اقولك في بداية الفيديو ان فيه اوقات كده بيكون فيه سبونسر قريب لقلبك وده لان الاسبونسر اللي انا هتكلم عنه واكيد كلكم عارفينه هو ما بياخدش حاجة اهو بيفيد بس المستهلك وطبعا احنا احنا اكيد بنتكلم عن موقع لاكييجيب تدوتكم وده على موقع بيديك كاشباك في مصر بتوصل لـ 20% على معظم المواقع اللي انت بتحب تشتري منها اونلاين زي سوق جوميا اميركن ايجل اتش اند ام وامازون وغيرهم كتير والموضوع سهل جدا دوس على الموقع اللي انت حبيب تشتري منه واشتري بالطريقة اللي انت متعود عليها من الموقع ارجع تاني الموقع لاكييجيب تهتلاقي الكاشباك بينزلك في حسابك في خلال 17 يوم وده يعتبر اسرع موقع في مصر بيرجعلك كاشباك ده غير انك تقدر تسحب الكاشباك بتاعك كل شهر مش كل 3 شهور زي مواقع تانية وفيه 3 طرق لسحب الكاشباك الاول عن طريق حسابك في البنك او اي فرع من فراع امان او تقدر تستخدمه في ابليكيشن لاكي وتشتري من المحلات المتاحة بالدفع بلاكي ودلوقتي لما تسجل على موقع لاكييجيب تدوتكم ليك 50 كينه دية تقدر تستفيد بها بعد اول عملية شراء اونلاين ده غير انهم عاملين ضعف الكاشباك طول الصيف على كل الموقع فتقدر تشتري لبس الصيف وكل احتياجاتك من اي موقع يعجبك وكمان تقدر تحجز اجازتك مع موقع لاكييجيب تدوتكم وتوفر اكتر مع بوكينج لغير انك تقدر تستفيد بعروض الكاشباك الونلاين من خلال الابليكيشن لاكي واختار الطريقة اللي تنسبك سواء الموقع او الابليكيشن ويلا نرجع لموبايلاتنا وفي البداية لازم لازم لو ما شفتش مراجعة الريدمي نوت 10 لازم تشوفها الاول لان الموبايلين اللي موجودين معي النهاردة هم نسخة منه مع شوية تحسينات فاحنا هنتكلم عن التحسينات دي لكن المراجعة بالكامل لازم تشوف الريدمي نوت 10 ويلا نبدأ مع الريدمي نوت 10 اس اللي سعره يزيد في حدود 600 جنيه في كل النسخ بتاعته عن النسخ اللي كانت موجودة في الريدمي نوت 10 العادي وفي مقابل ال600 جنيه دول هتاخد معالج افضل مع الكاميرا بمستشعر اقوى شوية يعني الموبايل هنا بيجي بنفس التصميم بنفس الشاشة الاملود المميزة جدا في فائتها السعرية مع نفس الكاميرا الامامية والبطارية ال5000 ميلا امبير والشاحن السريعي 33 وقت اللي بيشحن 50% في 25 ديئة لكن زي ما قلنا التغيير هنا بيجي في المعالج والمعالج هنا هو هليو جي 95 من شركة ميديا تيك والمعالج هنا اقوى بفرق ملحوظ عن المعالج اللي كان موجود في الريدمي نوت 10 وبالذات في نقطة الالعاب والمعالج ده احنا شفناه مؤخرا كتير في الفئة المتوسطة وفي نقطة دايما بحب اتكلم عنها لما بتكلم عن المعالج هنا وهو ان درجات الحرارة النتجة عن المعالج هنا بعد الاستخدام بتكون اعلى شوية من درجات الحرارة النتجة عن معالجات سناب درابر لكن في المقابل المعالج هنا حقق معي على انتو بنش مارك في حدود 332 الف نقطة ولما تحط في مقارنة مع الريدمي نوت 10 هتلاقي ان الريدمي نوت 10 كان بيحقق في حدود 270 الف نقطة وده فرق مش قليل ابدا لصالح الريدمي نوت 10 اس اما الاختلاف الثاني فهو ان الكاميرا الرئاسية هنا باعت 4 ميجا بيكسل بدل 48 ميجا بيكسل اللي كانت موجودة في الريدمي نوت 10 بس وباقي الكاميرات اللي موجودة زي ما هي عندك الكاميرا التمانية ميجا بيكسل عشان التصوير بزاوية واسعة وكاميرا اثنين ميجا بيكسل عشان عزل الأجسام وكاميرا التانية اثنين ميجا بيكسل عشان تصوير الماكرو والحقيقة ملاحظتش اختلاف كبير في اداء الكاميرا هنا عن الريدمي نوت 10 العادي يمكن بس الاختلاف اللي هنا في شوية تفاصيل ازيد في الاضاءة القوية مش اكتر من كده فدول النقطتين اللي لو حبيت اتخدهم هتدفع في حدود 600 جنيه ازيد عن الريدمي نوت 10 وتعالوا نروح للريدمي نوت 10 5 جي اسعار الموبايل دلوقتي هتظهر قدامك على الشاشة والميزة الرئاسية في الموبايل هنا ان هو ارخص موبايل موجود في السوق المصري بيدعم 5 جي وبصوا انا عندي اقتناع الاقتناع ده بقوله في كل مراجعات الموبايلات اللي بتكون نازلة 5 جي في الفئة المتوسطة وهو ان تقنية 5 جي غالية يعني هات اي موبايل موجود في الفئة المتوسطة وشيل منه كلمة 5 جي هتلاقي ان هو بيرخص في حدود 1000 جنيه فتقنية 5 جي في حد ذاتها لحد دلوقتي في معالجات الفئة المتوسطة مكلفة جدا بس في المقابل بالتأكيد بتخليف بطنك بطيخة صيفة علشان المستقبل لو نزلت تقنية 5 جي في اي وقت فانت مش هتكون محتاجة ان انت تتغير موبايلها وتعالوا اقول لكم بيفري ايه الجهاز هنا عن الريدمي نوت 2 العادي طبعا زي ما قلنا نفس التصميم برضو بس هنا من قدام الهول بانش او الكاميرا الامامية حجمها اكبر شوية مقارنة مع الجهازين التانيين كمان الشاشة هنا من نوع IPS LCD مفيش الشاشات الامرود اللي شفناها في الجهازين التانيين بس هنا في ميزة مش موجودة في الريدمي نوت 10 او الريدمي نوت 10 اس وهي ان الشاشة هنا بتدعم تردد 90 هرتز وده معناها سلسة اكبر في الاستخدام ودي طبعا نقطة مميزة جدا موجودة هنا وطبعا بالتأكيد المعالج اللي موجود هناك كمان مختلف المعالج اللي موجود هنا هو ديمين سيتي 700 من شركة ميديا تيك المعالج طبعا بيدعم تقنية 5G زي ما قلنا والمعالج هنا بيحاق على انتوتو بينش مارك في حدود 240 الف نقطة وده مقارنة مع الريدمي نوت 10 فالريدمي نوت 10 كان بيحاق 270 الف نقطة زي ما قلنا لكن في النهاية بالنسبة لأنا شخصيا ديتها ضحية مش كبيرة وصد ان انت تاخد تقنية 5G كمان الكاميرات هنا هي نفسها الموجودة في الريدمي نوت 10 بس في كاميرا اتشالد يعني هنا فيه تلات كاميرات بس مش اربع كاميرات الكاميرا اللي ما بقتش موجودة هي الكاميرا التمانية ميجا بيكسل المسؤولة عن التصوير بزاوية واسعة اما البطارية فزي ما هي 5000 ميلا امبير بس اللي اختلف هنا ان سرعة الشحن هنا بقت اقل بقت 18 واط بس بدل 33 واط الموجودين في الجهازين التانيين باختصار كده الجهاز هنا موجه للناس اللي مش هيفرق معها فكرة الشاشة الامرد ومش هيفرق معها كاميرا التصوير بزاوية واسعة بس عايزة تاخد تكنية 5G عشان لما تتوفر في السوق المصري وقتها تكون حتى في وطنها بطي خصيفة وما تكونش الانا من فكرة ان هي هتغير الجهاز في الوقت ده رأيي ان هي في الجهازين دول انه رغم ان الجهازين مقدموش تفارات وشاومي حتى ما كانتش بتستهدف ان هي تقدم تفارات بس في نفس الوقت عملوا حاجة لزيزة جدا بالنسبة للمستهلك وهو ان الفقه السعرية من 3000 جنيه ل 4000 جنيه بقيت كل ما تمشي فيها وتزود 100 جنيه بس تلاقي موبايل من موبايلات شاومي موجود فده بيد حرية اكبر بكتير جدا للعميل اللي نزل يشتري في الفقه السعرية دي وبس دي كان كل حاجة في الفيديو ده بس لسه عندنا اكتر بكتير جدا في الفيديوهات الجاية فانزل تحت في التعليقات وكتب لي رأيك في الجهازين دول لنصدقني يعني رأيك بالنسبة لانا شخصيا اهم بكتير جدا من اللي انا قولت اقف انزل تحت اكتب رأيك وبس ممكن تتباني بقى على تتباني هنا الاول قبل اي حاجة تاني اعمل اشتراك لايك للفيديو لو عجبك ممكن تتباني على فيسبوك لو عايز تتابع معلومات تكنيكل وممكن تتباني لو انت عايز تتباني بشكل شخصي على انستجرام وكالعادة كان معاكم احمد المتحد سلام